الحديث يهزنا لسلامتكم يهزنا لصحتكم ويهزنا للبوليميك والجدل اللي صار على أثر وفاة الشاب أصيل من تقتن فيذا السوسة اللي توفى ألف رحمة ونور عليه بسبب الكلب بحثية عميد الأطباء البياترة الدكتور أحمد رجب صباح الفل والياسمين مرحبا بك بحثينا السبع الخير مدام إنيس شكرا لك على الاستضافة وشكرا لكل فريق اللي عملوا معك وتحية طيبة لكل مشاهدية التلفزة الوطنية شكرا لك أنت على تلبية الدعوة لحقيقة قداش نسعد ونفرح وقت اللي يجيونا خبراء ويجيونا مختصين باش نطرح قضايا حياتية يومية في ظرف ثمانية شهر الدكتور عنا تسع حالات وفاة بالكلب وعنا مئتين وثلاثين حيوان أيضا لقاحا تفو بالمرضاء هدية يعني من المواضيع اللي كل مرة تطفو على السطح وتعاود تغيب شوية ولكن المرة هدية يبدو أنه جدل واسع في صفوفة واسع يعني كالصحة مادام إيناس كما قلت تطفو على السطح ومبعد تغيب هذون مواضيع يلزم نتبعوهم ويلزم إيرادة سياسية ويلزم استراتيجية واضحة على خاطر هي مسؤولية الجميع مقاومة الأمراض الخاصة على التراتيب منها داء الكلب والسل وكل شيء عليش خاطر المنظمة العالمية للصحة منذ سنة 2005 بريسك عشرين عامل تالي أكدت وقالت رو ثم مشكلة كبيرة هالأمراض هالحيوانية المنقولة إلى الإنسان رأي لا تقلوا على ستين في المائة وهي نسبة كبيرة برش كبيرة مفزعة مفزعة مواطن سليم خطر كما كنت نحكي أكثر من ستين في المائة من الأمراض الجرثومية والطفيلية الخطيرة وأغلبها قاتلة متأتية من الحيوانات وكيف كيف هالمنظمات العريقة هذه منهم المنظمة العالمية للصحة تقول لك أكثر من ثمانين في المائة من أسباب الإرهاب البيولوجي متأتية من الحيوانات لذلك هنا نلخص أسباب إرهاب البيولوجي المساس من صحة المواطن خطر ستين في المائة من الأمراض متأتية من الحيوانات وحيوانات مريضة ما تنتجش وحتى كتنتج تنتج منتوج غير سليم لذلك حاجة مهمة برشا اللي حذرتنا منها المنظمات الكبرى وتونس نخرطت في السيادة منذ الفين وخامسة ووصلت صفر حالة من داء الكلب لدى البشرة الفين وتسعة على خطر محاور صحة واحدة اللي بيش نذكر بيهم بعد شوية بعد ما نعرف بصحة واحدة هو عملت شاركي معنا بكلنا مسؤولين على الصعيد المحلي الجهوي الوطني والعالمي لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة بما معنى تعايش بين الإنسان والحيوان في بيئة سليمة والمحور الأول هو الوقاية قبل هذه لو تسمح دكتور لو تفضلت إنه نسطر ثلاثة واستور تحت كلمة كنت عاودتها مرتين أو أكثر مسؤولية مشتركة كيفاش قراءتكم للبلاغ هذية اللي يصدر عن ثلاثة هيكل بشراواتة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة في هذا الإطار يظهر لي ما سميته وما أسميته أنت بالمسؤولية المشتركة يعطيك الصحة هو البلاغة نقريتها أما البلاغ هو تلخيص للقرار المشترك بين الوزارة الثلاثة لدينا قرار مشترك اللي هو مؤرخ فيه 13 جويليا 1985 شوف القرار وقت من وقتين من 1985 وفيه التراتيب والإجراءات الخاصة لمقاومة داء الكلب والفصل الأول فيها من عام 85 يقول كل كلب يصل سنه ثلاثة سنوات ثلاثة أشهر سمحني يجب أن يكون ملقحا مهما كان مكانه دونك البيان مشترك يعطيه مصحة أما رأي تلخيص العام 85 العام 85 أما نقصين ثانا ينجموا يكونوا هنا كان معكم وزارة التربية الخطر مشكورة وزارة التربية مدخلة في البروغرام التحسيس والتواعي على داء الكلب سيفري يلزمهم يزيدوا حاجة خطر أنا بديك نبدأ قري في ولدي نلقي كان كي عفظ الكلب لا يا سيدي أخر واحد تتوفى رو عفظك التوس دونك نزيدوهم الثدييات خلينا هوني وانا كنت هذا هو نستنى فيك باش تقفل لدكتور باش نسألك جزتما احنا في مخنا في ذهننا يعني عمو من الناس خلينا نقولوا كي نقولوا داء الكلب يتبادل للذهن مباشرة الكلاب بأينا راني من الناس اللي ما نقولش حاشيكم مع الكلب نحبهم خلينا نفسروا النقطة هذه يا دكتور الحمد لله في تونس كان الثدييات يعدون داء الكلب اللي هما قلت الحمد لله على خطر في الأمريكا في بلدان أخرى حتى كليشوف سوري خفافيش وينتقل حتى على طريق الشم البلاسة اللي فيها برشا خفافيش أراه كي يبدو فيها برشا يسعد عن طريق الشم احنا الحمد لله طرق العدوى معروف في لعاب الحيوانات الثديات خاصة الكلاب والقطط بنسبة 99% وهنا يعطيكم الصحة عليش طول نشكر في الإعلام خاطر من ركيز صحة واحدة هو التواصل معناها إيصال المعلومة التواصل يا موت راوكي عظك ولا يخدشك ولا يلحسك حيوان ثادي خاصة كلاب جربوا على الفار دكتور يعدي الفار الفار الفيرين ما نشقاعدين اللوجوا عليهم فار راوكييك الحيوان مريض بداية الكلب ينجم يمرض بداية الكلب وهذا كليش وثم إجراءات خاصة طول نتكلم بالقانون على خاطر عنا القانون واضح وسريح هو قانون تربية الميش المؤرخ في 2005 اللي هو قانون عدد 95 اللي سنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر والفصل 26 واضح وسريح يقول لك تكتسي مقاومة الأمراض الخاضعة لترتيب ونسطرها السبغة الإجبارية إجبارية مقاومة الأمراض الخاضعة لترتيب وهنا القانون حط نقطة وقال لك كون يتلابشها السلطة المختصة في الصحة الحيوانية بش ما نبقوش في بعض الاستماعات كون القضاء على الأمراض الخطيرة هذه وانا جايتك المسئولية الجماعية لأنه اليوم في بعض سلوكياتنا اللي ما نعطيوهمش أهمية كبيرة سلوكياتنا حتى احنا كمواطنين نرى نجموا نساهموا في ارتفاع نسب الموت بدأ الكلب خلينا واحدة واحدة دكتور لو تسمح لأهمية وحساسية الموضوع وكل موضوع يهم صحة المواطن يبدو لي عنده أهمية قصوى خليني ببعض الأسألة بش نفهمه أكثر اليوم شكون الحيوان اللي نجم نخافوا منه من داء الكلب يعني حيوانات سائبة وفقط الحيوانات متعيئنا وقتاش نخاف منها هي أيضا الحيوانات اللي ملقحة هل نخافوا منها كمان وإلا لا باك متاع أسألة ولكن بش نعرفوا الحيوانات اللي تشكل خطر وهذا سيعطيك الصحة على الأسألة اللي تفيدنا أول حاجة احنا قلنا الحل لمقاومة داء الكلب الحل الأساسي هو التلقيح دون كل لقحه رأوا هو الحماية كل لقحه الحيوانات وهنا برب نعرّج رأوا كل لقحه الحيوانات ما نفوتوش خمسمائة ستمائة مليون وطول التلقيح هو وقاية وثم عدة دراسات يقول لك كتعملوا الوقاية تربح عشر إلى ثلاثين مر شوفت وإحنا كل لقحه الحيوانات قلت لك خمسمائة ستمائة مليون أما كنشوفوا المصاريف اللي تصرفت على المعالجة ما بعد العذان البشر توصل أكثر من ست مليار دوات معنا كنجينا ملقحين الحيوانات نصرفو كان خمسمائة مليون في عوض بش نصرفو ست مليار دوات دون كل هنا رأوا حيوان ملقح أما ملقح رد بالي مشوا عنده ورقة ليوا ملقح ملا معنى كرني أحنا دكتور الغالب ثم ممارسة غير شرعية التلقيح علم التلقيح يساوي علم معناها كيف نجبدو الجرعة وما نخلوها في السخانة في جوي اليوؤوت خطر شي هذا رينيه ويلزم شكون اللي لقح حتى في سبيتارة تفرملي ولا طبيب ولا صايدة معناها ما هوش اللي يجي خطر معاه كل أسف نعرف عليش تجبت في النقطة هذية لأنه حتى على صفحات التواصل الاجتماعي في تحذير الفقرة هذي البارح في علاقة بتكلفة الجرعة يقولك نمشي نشريها من الفرماسي خمسة شن دينار تقريبا في الحويز ونمشي ونمشي لقحها واحد ولا نهزها لشكور هذا غلط شوفي مادام إنيس أنا ريتها بعيني وريت حتى واللوم حتى اللي يبعثك بش تشري شوف في جويليا وقود نمشي نشري من الفرماسي نلوم على الفرماسي البحالة ما نلومش على المواطن ما يعرفش ما يعرفش اللي أن الفيروس يموت واللوم على اللي بعد يشريها الساية يتفيده ويجيبها وشد الصف ساعة ساعتين معناها بش نزرق الماء أما نين فيش نرجع لأن الممارسة الغير شرعية لخطر ثم مع كل احتراماتي موظفيه في الحظيرة خرجوا يعملوا في الحملة سيبته مزارة الفلاح وما ما تزيش يعملوا في الحملة عادي يعملوا في الحملة نعملوا الحملة لكلنا ندخلطوا في الحملة الحملة في التلقيح في التزريق ستخرجوا بعض الوزراء قال لك عندي بربي ليلة مهمة برشا على خاطر ما يلزمنيش عليش قلتلك ملقح ما شو عنده ورقة اللي هو ملقح خاطر في النسبة الحيوانات يجب الجرعة تكون صالح ويلزم الرد بالي منك السخان أنت عجوي اليقود ويلزم نعرف أن نزرقها تحت الجلد وليس في القلب بما يصير هذا الكل المهم ورغم من أسباب فشل التلقيح هو يبدأ عبد لا يعرف شيء لقح التلقيح أسباب عدم نجاعة فشل هي عدم نجاعة تلقحها وتجي البارة ولا تجي في القلب ولا تبدأ عدمها هذا الكل مهم أما حيوان ملقح فعليا رغم قدرة تربي توقفوا عند حيوان فعليا ملقح ما معناها من أن أعمر يبدأ يلقح هل أنه تلقيح واحد كيف في دكتور وإلا عنها رزنامة تلقيح ثم هل أني وقت اللي عظني كلبي ولا قد توستي وهي ملقحة هل تصدعي الخوف وإلا لا يعني هما أسألة حتى كننعرفوا الإجابة البعض يعرف الإجابة ما سيرش خالينا نعمه الفيدة ولكن نستوقف الأولوية في المباشر زملائنا عبر تقنية الستريمينج رجعوني لك الدكتور وكنت رحت عليك أكثر من سؤال كلهم حول الفاكسيناسيون حول التلقيح وقت تكون ناجي على التلقيح هذي من حيث الفريقنسة متاحة قديش وكيف ومن أن أعمر نبدأ للحيوان متاعنا يعطيك صحة مدام يناس من رخ رجلنا القرار المشترك بين السيدة الوزراء الصحة والفلاحة والداخلية اللي هما ديجازد وهبطو في بيان واضح وسريح واللي هو فيه الإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها لمقاومة دائل كلب والفصل لول يقول لك الكلاب يجب اللقحوهم بداية من ثلاثة أشهر يجب تلقيح كل كلب عمره ثلاثة أشهر مهما كان ما كان هذا لول وهذا لماذا قلنا التلقيح هو الحل نعاود ونكرر على خاطر التلقيح هو الوقاية تلقيح مرة واحدة مرة واحدة في عمر الكلب كل عام مرة في العام كل مرة في العام ثم أنواع ينجم يطلع وكانوا موجودين مرة في العام لتلقيح اللي لدينا مرة في العام هاو عليش دكتور لأنه ساعات يقول لقحت الكلب وكهو يعني تهند لأ يعني هذيك مشيت مع عم ناول ودي في الفصل الأول القرار اللي كنت نحكي عليه كل واحد عنده كلب عنده يلزم الشهادة نهار وشنو ولقحت وقت توفى تلقيح بش تجدد تذكير وقت تجدد هنا الناس الكل تتسئل عليش حالات الكلب عفنا عافكم الله لدى الإنسان والحيوان كثر و23 و24 هذا كنا وضحناه ونبهنا له مثلا في 23 تكلمنا عدة مرار قلنا مداما عنا أكثر من 355 حيوان ماتوا بالكلب وأكثر من شتة أشخاص ماتوا بالكلب يا ربي يرحمهم لتلقيح القطيع ضد بعض الأمراض الخاص على التراتيب منهم الكلب والحمى الملطية والحمى القولاعية والجدري كانت ناجعة ووصلتنا لسفر حالة سنة 2009 الآن غالب وزارة الفلاحة ما هو التغير؟ التغير صارت فيها إشكاليات وما صارتش مراجعتها وبالرغم المرسلات العديدة والمتعدة والمتكر والجلسات ما تبدل شي منهم منذكر ازتماع صارت الثمانية مارس 2023 ووقتها الأطباء البيات يقول لك أنا باش تبعثني اللقح معزة ولا نعجة في الجبل وقرهبتي وهذا معي معين تخلصني بربعة 150 فرنك الله غالب منواج بنخدم بلادي ومنواج بنحمي أمن القومي أما راي ما تخلص حتى المزود طيب دكتور أنت تجروني جرًا ديما مش نحكيو على الفلاحة ونحكيو على الفلاحة اللي عندهم يعني ثروة حيوانية ولكن إنا نجرك شوية زيدة للناس اللي تربي حيوانات ونحكيو على الكليب للسئبة يعني هذية زيدة ظاهرة من الظواهر اللي موجودة في برشة حومة في تونس اليوم كيفاش نتوقع من الحيوانات هذية يعني اليوم أنا هبت من كرهبتي اليوم أنا ميشي على سقايا اليوم صغيرك وين هو ميشي للمدرسة قد يعترضوا كلب ما يعرش سليم أم لا يعطيك الصحة هي الكليب السايبة تكاثرت خطرت هما مسؤولية نتعى الجميع الخطرة المحيط ملوث كاثرة الميكلة هكي تكثر الكليب والقطاتس هذية مسؤولية الجميع وعليش كاثرة الميكلة بمعنى الفضلات الفضلات تخرج وقت اللي يجي ما نحترموش الأوقات التي تتعدى فيهم البلدية بيشتلم الفضلات وقلنا تلوث المحيط هو كثرة الحيوانات السايبة وما ننسوش كثرتك البعوض ومنهم النموس اللي ينقل أمراض أخرى كما الليشمانيوز لا تضغط النموس تتنقل المرض الليشمانيوز مثلا مرض الليشمانيوز اللي لدينا آلاف الحالات في تونس يتعدى بالنموس من الكليب للبشر متفاهمين دونك اللي هنا المهم بارش اليوم في خطوة لمقاومة للوقاية خلينا في الوقاية خير من العلاج شو نعمل اللي هنا يعطيك الصحة الوقاية خير من العلاج بالرغم الفداء الكلبرة ما تنطبقش القولة ما ثماش علاج ما ثماش علاج ثم كل الوقاية وهذا كليش يلزم ما ثماش علاج بمعنى الموت محقق من مقايا واللي تحطر وبظهر عند العلامات يتحسب مع الموت شو نبدو وضحي وهل صحيح زيدا وسامحونا ولو صباح ولكن حقائق لي سلامتكم مرة أخرى إنه اللطف وما الأبشع موت يقول لك يعني هذا يجي على سن بعض أطباس معكم هي موتة بداء الكلب مدام إيناس مش معناها اللي تحط بوزيتيف نستنوه بش يموت معناها توفع حفين عفكم الله في السرطان وفي السل ثم بعض المحاولات وبعض الأدوية والناس تقعد على كدير ثم أمل ثم أمل أما هذا رأو زيد معناها العلم ونستنى مقيد نستنى ثوري معناها وش مانا الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله أكى حد البيس وإن شاء الله يا ربي معادي يموت حد بالكلب في تونس لا حيوان لا إنسان على خطر كما قلت أبشع موتة معناها عابد في السبطار يستنوا فيه بش يموت وتوفر أولايد صغير في سيدي بوزيتو عمر 9 سنين مؤخرا أولايد ما أخذ الباك 29 عام معناها راهي حاجة راوكي نحكو راوكي نحكو راوكي نحكو راهي هذه حاجة دكتور يبدأ شي حتى واحد أنا نقول ديما يبدأ شي تونسي واحد تونسي واحد إنسان خلينا نحكيو حتى بمعنى الإنسانية يعني إنسان واحد توفى فالأمر مخيف مجزع وجدير بالانتباه حتى نختم في أقل من دقيقتين دكتور لو تسمح في حالة الإصابة التدابير المستعجلة الإصابة لدى الحيوانات إصابة وإنا ما نعرش حيوان مصاب أو غير المصاب المصاب راهي بش يموت أما إحنا يلزمنا نتوقع من الإصابة إنا ما نعرش الكلب مصاب أو غير مصاب شنو نعمل هو اللي هناك اللي قدر الله واحد يعظه ولا يخدشه ولا يلحسان هستن كلب ولا قطوس ولا ثديات الأخرى يلزم يغسل بالماء والسابون على الأقل 4 ساعة ويمشي الأقرب مركز تلقيح حاجة مهمة روي ناجم يلقى مركز التلقيح معبي يقول لك آه والله يصبرت ساعة واثنين أنني مروح لا يا باب ما تروح ستروح تموت والحاجة الأهم يلزم تكمل البروتوكول كامل هو ثم يتعظ ولا يتخدش ولا يتلحس واحد ثم مراقبة بيطارية للحيوان عليش قلنا ماذا بنا الحيوانات مشوا ماذا بنا يجيبو وجوبية التلقيح حسب الفصل ستة وعشرين وحسب القرار أنت على السيدة الوزراء يجيبو يلزم الحيوانات تكون ملاقحة حضرة ثم رقابة بيطارية للحيوان من خمس تشنيون كي يبدأ حيوان ملاقح ومورة مريقلة وقتها نحبسوا التلقيح لدى البشر ونربحوا برشة فلوس ممتس تكون الحيوانات ملاقحة وهذه هي نربحوا عشر مرات وراهوا التوكيل الصحي اللي صارت فيه مشكلة واللي حب ستة وزارة الفلاحة واللي وصلنا لسفر حالة 2009 ما تميش حل غيره طيب في أقل من نص دقيقة ولكن مهم جدا لحقيقة أنا ترحت سؤال على صفحات التواصل الاجتماعي في باجا مختصة وتذكر اسمك ويعرفوا برشة يتابعوا في اللقاء هذية أحباء الحيوانات إنك بحذية قنص الحيوانات الدكتور حل هو حل لأنه فما شكون كي سمع باسمك بحذية الدكتور رجبش يجينا ويحب يعرف موقفك الصريح من قنص الكليب الموقف قلته في عدة مرار ما هوش الحل الأنجا الحل الأنجا هو التلقيح القنص القنص إلا إلا في الحالات القسوة والحالات القسوة مذكورة في القانون مناحة اللي يعملون فيه محميوين بالقانون اللي هو القرار المشترك انتعي أستاذ الوزراء الصحة والإفلاحة والداخلية يقول لك المناطق الموبوءة وش ما معنى موبوء؟ فيها كلب مرضى بالكلب وعضوا كلب أخرين وفقط واضح وسريح وفقط هل حبيتنا نقوله زي دا؟ القنص كقنص روما أعطاش نتيج ونبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفقة بالحيوان والنجم ونتخلصوا من بعض الحيوانات خطر طولة روحنا من أش علماء نحن نتبعوا عنا تجارب مقارنة عنا علم عنا منظمات يقول لك الحيوانات تشكل خطر على الحيوانات وعلى البشر واللي فيها أمراض ما نقولها من الحيوانات النجم ونتخلصوا منها من قتل الرحيم عنا البنج ولكن نقعد في المطلق وفي العموم نرفع ديما نقوله لا للقنص لا للقنص الحيوانات الحيوانات اللي روح زيادة مغمورة في دمها غادسة في دمها هي أيضا تنجم تتحول إلى حالات موبوءة نحب الحيوانات ما نجموش ما نعملوش القوس شكرا لك دكتور شكرا جزيلا على تلبية الدعوة